وضع وزير العدل القاضي بدر العارضة حجر الأساس لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وطلع الوزير العارضة على مكونات المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 450 متر مربع خلف حي الكثير وسط مديرية المنصورة وسيتكون المبنى من ثلاثة أدوار ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء خلال الستة أشهر القادمة وخلال مراسم وابع حجر الأساس عبر وزير العدل عن سعادته بتنشين أعمال البناء لمبنى محكمة المنصورة الابتدائية لما سيسهم به هذا المشروع من تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة النجزة وأكد الوزير العارضة أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية للمحاكم وفقا للإمكانيات المتاحة لافتا إلى أن المبنى سيضم نيابة المنصورة الابتدائية مثمنا جهور السلطة المحلية في المديرية وتعاونها في سبيل إنجاحهم هذا المشروع